بكل ثقة نبدأ حلقة هذا الأسبوع معي أنا ما يحجيش في ناس ما عاجبهم وضعهم وغير راضين على الإطلاق وما في غير الشكوى على سينهم بس أنه يعملوا شي لحتى يغيروا أو ينشغلوا بتحسين الأمور أو حتى يتركوا الوضع اللي ما عاجبهم لا هيدا الشاكة الباكة على أولة حسين الجسمي أنا الشاكة أنا الباكة أنا الحساس عايش هذا النموذج دايما معنا ورح نعرف شو دوافعه وراء تعلقه بحبال التعاسى ورضاه عن حالة النكد اللي هو أو هي عايشينا مرحبا ومراحب أنا ما يحجيش صحفية وإعلمية وأكاديمية وبقدم لحضراتكم بودكاست بكل ثقة من الشرق حبي اطرح سؤال اليوم أرضا وأوسعه ضربا لماذا يجد بعض الناس الراحة بتمثيل دور الضحية لاحظوا قلت دور الضحية لأنه كون الشخص ضحية شي مش ممكن حدا يستهزئ فيه أو يقلل منه بس أصحابنا اللي منعنيهم بهاي الحلقة بحبوا يمسلوا دور الضحية لأنها تمدهم بأشياء منها تعاطف الناس وتفاعلهم معهم تغني عن تجربة شيء جديد أو أسلوب أو دورة أو مهارة أو أي شيء طلعوا من منطقة الراحة لأنه مثل ما بتعرفوا تعلم شيء جديد قد يوتر بالبداية مثل أي رياضة أو درس أو مهارة أو علم لسه منتعلمه وإذا ما طولنا بالنا يمكن نفشل فيها والنقطة الثالثة هي أنه بتعفي من التوقعات التي قد يضعها له من حوله وبالتالي فإن لم تقم بشيء فلن تخذر أحد ولكنك على المدى الطويل ستدرك أنك تخذر نفسك بتقول ميل روبينز مؤلفة كتاب قاعدة الثواني الخمس وهو بالمناسبة من الكتب التي أنصح بها في اللحظة التي تقول فيها لنفسك لما أهتم بالمحاولة فبالتأكيد لن أفلح في شيء لن تتبخر أحلامك فقط بل وسيموت حلمك ودافعك للبقاء وتفقد حتى اعتزازك بقيمة أيامك وحياتك وتصبح رهين التشكيك بنفسك بينما صاحبنا بيحرم نفسه من تجربة الأشياء الجديدة والتجارب الغريبة والسعي وراء شغفه أو متعته أو موهبته ويحرص على عدم إطلاق العنان لكل الفرص التي تقدم في حياته فهذه العقرية تحرمه من معرفة ما قد تكون عليه حياته ولو إنه بس جرب يستمع العقله وجسمه أكثر ويصبحون مستمتعين بالتعود على شفقة الناس وتعاملهم معهم برأفة وفي نفس الوقت يتبرع بتقديم أدوار حياته ليقوم بها غيره إنت افتح لي حساب وإنت صلح لي هيدا الشيء وإنت روح احكي أنا ماني قادرة وأمثلة كثيرة من أفضعها الطلاء ليس لأن الطلاء مرهين وننصح به لا ولكن العيش وفق قوانين المجتمع والحفاظ عليه فقط للحفاظ على رضا المجتمع بينما يكون الشخص غير راضي وفي علاقة غير صحية وغير متوازنة لسنوات وبمعاناة مريرة فقط لتتجنب كلمة فشل لنفسك أو خذلان لغيرك نرجع من أول موضوع الطلاء موضوع كبير وشاسع وهائل وطبعا يلزمه حلقة مخصصة له وأعدكم ستكون حلقة مؤثرة وشائكة وشخصية بس حبيت اطرح الطلاق كمثال على كون الشخص عالق في الشقاء أو البؤس أو عدم الرضا أو غياب السعادة مثال آخر منشوفك اليوم هو الزميل أو الزميلة المعتادة على الشكوى بسبب عدم توفقها في عملها شفتي هيدا اللي اجته ترقية شفتي هيدا راحت على شغل أحسن وبتضل سنوات وسنوات تتفرج على الناس وتغار وتحصد وتشعر بالغيرة والخذلان طيب غيري محل عملك جربت غيري تخصصك عملي شي جديد يمكن يلاحظو زملائك ومرقوسيك بالعمل لاقي شغل جديد تعلمي شي مطلوب أو مرغوب بمكان عملك قومي سوي أي شي بس ما تتقفقفي وتتشكي وتقارني نفسك بشي زملائك وبطل الغيرة والحقد والتفرج بس لا ما رح تشهد من جانبها حضرتك مستمع بودكاست بكل ثقة الحبيب إلا على طاقة غيرة وضغط مرتفع 24 ساعة والعكنني على نفسه وعلى كل من حواليه ونشر البؤس وروح الفشل شفتي هيدا وين صار وسمعتي عن هيدا كيف نشحد لدته عجن بسموم ومحبط إلى أقصى درجة بثالة أخير أخر واحد عندي اتنين من الأصحاب شخص انفصل عن زوجته وقرر البقاء في درب الندم والإحساس بالأسف على نفسه من سنين والتاني انفصل عن زوجته وأكيد ندم وتعب وعانى فالموضوع مؤلم أكيد وحساس للغاية ولكن راجع نفسه وقرر مواصلة العيش والسعي والبحث عن دروب جديدة للإستقرار والعيش بهناء وذلك بتغيير حاله وعدم إلقاء اللوم على نفسه والعفو عن الناقد الداخلي الذاتي وبالأكيد العفو عن الآخرين صحبنا الأول اللي ما تغير ولا في حساباته يغير شيء من حياته رغم عدم رضا عنها وابتعاده عن أي من مسببات السعادة بدلا من أن يفرح لصاحبه اللي قرر يعيش ويجرب ويحاول من جديد وبدلا ما يفرح له أو يغار منه أو يفكر جديا ببذل أي جهد لتحسين حياته بدأ بالاستهزاء والتقليل من قدر وتجربات ومحاولات صاحبنا الثاني وأحباطه وأطلاق الصفات عليه مثل أنت بتراهق ليكون عندك أمل تعيش بسعادة لا 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 عم تحلم أو حتى المقارنة العلنية مبروك عليك عني أنا ما رح جرب أنا بعرف نفسي ما بقدر سميها أي اسم كن على ثقة النتيجة وحدة البائس لا يحب رفقة غير رفقة البائسين وكل اللي رح نسمعه منه أو منها خصوصا بمجتمعنا العربي هاي المقولات خلاص ما بقدر غير هيدا الوضع أنا رح ضل مكان أكسر الحق مش علي الحق على زوجي أو الحق على زوجتي مديري زميلتي والدي يلا هيدا حظي نصيبة أنا بأيام اللولو ما عملتها بتصور بها العمر رح غير وضعي كيف بتغير شو بيقولوا عني الناس لا 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 ما بقدر ما بيسوى لا عيب خليك مكان أكسر بلك بتصير معجزة وبيتغير الحال انتي شفت كيف هاي عملت هيك ايه الله يهنيها كل الهنم وقلنا ما مكتب لي شوف الفرح يوم يلا شو منعمل نحنا راحت علينا اذا والدتك صديقك اي شخص عزيز عليك عنده نفس الاعراض اللي ذكرناها فبحب ذكرك عزيزنا مستمع بودكاست بكل ثقة واللي دماغك بتعاد البلد بأنه محاولة تغيير شخص ما هي وصفة مضمونة للإحباط أكثر فحاول قدر المستطاع الاستماع والزيارة ولكن بقدر معين لا يؤثر على طاقتك وتقديم النصائح والطرق فقط عندما يطلبها الشكاء البكاء صاحبنا وقال العرب قديما لا تقدم نصيحة إلا لمن يريدها ولا تعطي وقتك إلا لمن يرغب بك ولا تحاول تغيير أحد إلا إذا طلب منك المساعدة ولا تجتهد في تقديم معلومات لمن هو ليس مهتما بها وقتك ثمين عمرك أصير وجهدك عزيز فأعطي من هو جدير بالعطاء أنت أثمن من أن تهدر نفسك لمن لا يستحق فلو كان يستحق لسأل من حوله المساعدة بنية صادقة وأنت تستحق الأفضل وتستحق أن تعيش الحياة بكل ثقة أرجو التنويه أن هذا البودكاست لا يستند إلى تجارب شخصية هذا البودكاست هو مجموعة من تجارب شخصية وأراء فردية ومقتطفات من أهم الأبحاث والمقالات العلمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر